لو رجعنا مناهجنا المدرسية هل هي متفق مع أو المفترض أنها تتفق مع إشياء كثيرة يعني لكن أنا بتكلم على نقطة حقوق الإنسان بشكل خاص هي إلى حد كبير تم تغيير بالنسبة للمناهج الابتدائي تم تغيير المناهج فيه مشغالين عليها يعني هو الحكاية أصلاح الحقيقة بتحتاج وقت وبتحتاج هنغير وهنغير إزاي وفين المشكلة لكن الحقيقة أنا ما بشوفش ده بس اللي هو في إهدار ممكن يكون الحقوق الإنسان في بعض النصوص أو بعض التكديس التكديس في عقل الطفل زي ما حكينا الطفل اللي بتحرم من حب أمه لأنها لازم تعد تذكره يعني صدي حضرتك تكدس المناهج صحيحة تكدس المناهج كمان المناهج مين اللي بيدرسها يعني إذا كان المدرس نوعية المدرس إزاي بيراعي الطفل يعني يمكن نلاحظ أنه حتى في وطننا العربي كتير من الأطفال عصبيين لأنه بيتم تعامل معهم بعصبية لأنه فيه يعني ما فيش هدوء في التوصيل المعلومة يعني عدد التلاميذ مثلا في الفصل عدد التلاميذ أو عدم إعداد المدرس بالصورة السليمة أو تصور أنه مسموح أن أنا أتعامل بعصبية مع الطفل أو لأنه إحنا حياتنا صاخبة بواكه عام عندنا التلوث السمعي عالي فتعودنا أننا نتكلم بصوت عالي طيب دكتورة أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني في موضوع التعليم بالتحديد هل شاهد العالم في يوم من الأيام دولة تقدمت دون تعليم جيد؟ الحقيقة أنه ده مش هيحصل ومش تعليم بس يعني أنا برضو هنا وحركة تسمحيلي وحركة أستاذتنا في الثقافة ويعني أنه المسألة الثقافة، الدراما، البيئة المحيطة التعليم ينتج ثقافة التعليم ينتج ثقافة والتعليم إذ لم يشمله ثقافة يعني أنا كنت محصوصة أن أنا تعلمت في جامعة كنا لازم ناخد مواد مصاحبة فلازم نتعلم يعني إيه موسيقى، يعني إيه أوركستر، يعني إيه سيمفني وإذننا تسمع، رغم أنه أنا مثلا خريجة تعليم سياسية إيه اللي هيضيفه؟ ده لا، هيضيف كتير يعني أنا أتذكر أنه والدي الله يرحمه كان بيتعلم بالمجان حكي لنا أنه كانوا يعني بيحفظوا مصرحيات شوي ويقولوا شعر وكان في عندهم مصرح مدرسي بالمجان هنا المشكلة تكمن فين إلى حد كبير في تكد السكاني والانفجار السكاني اللي إحنا فيه أنه إحنا مهما كانت دولة نمية لازم عشان يبقى عندنا الكيف من التعليم لازم نقدر أنه يبقى عندنا الكم من المدرسين، المدربين، والمدارس، المبنية صح، والمناهج اللي وضعت صح كل دب مزانية